الخبر الاول اللي عدنا عن محمد اجواني وقصف الامجد بحسابي على الستاب شوت اللي طالع قدامكم فمحمد اجواني ينزل ستوري يقصف بامجد راح اعطلكم يا عالموا تفتهمون اكثر الله مو كل من راح عن نادي صار زلمي في شي اسمه اساس وما عندك منه روح حافظ سامو لك يلا حافظي يلا علوبي الخبر الثاني اللي عدنا عن احمد ابو الرب ورد على متابعين غيث مروان فواحد من المتابعين غيث مروان كتب تعليق لأحمد ابو الرب اللي طالع قدامكم اللي هو صورتك حلوة بس غيث احلى منك فأحمد ابو الرب طلع بحسابه بالانستجرام ونزل ستوري ورد بي على هذا السؤال او على هذا المتابع وحجبه على غيث مروان المهم راح احطو لكم يا عالموا تتشوفوه ولكن ملاحظة ترى هم يعني غيث مروان و أحمد ابو الرب اصدقاء فما بيناتهم باي شي يعني تبا لك يا غيث مروان ايش اعمل بالزبط عشان افوز في هاي الحرب الخبر الثالث اللي عدنا عن نور ستار وليش هي تعبانة وبنفس الوقت مختفية فالنور نزلت على حسابها بالانستجرام ستوري تقول بي انه هي تعبانة من كثرة تصوير ويأخدها وقالت بي سبب انه هي ليش مختفية راح احطو لكم الستوريات على مو تفتهمون اكتر يوم اختفيت عنكن عم بصور كنت فيديوهات قايز ليوتيوب الي ولبانين اختيف فاتحبت هلا قصت لمرحلة بقدر احكي ولا بقدر اتحرك كثير تعبانة اخيرا انا بالسرير بس بدينام وارتاح استرقب وفيديوهات حلوة الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي وليش هي خايفة فالنارين نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري اللي تقول بي انه هي راح تقص شعارها ولكنها خايفة من هذا الشي ومنه اتوقع وشنو القص صمالتها فشوفوا الستوريات حسنا لكم تعرفوا الي فترة بدي قص شعري اليوم اجيت لانج لورنس معي فؤاد اليوم راح نقص شعري كثير خايفة ما بعرف كيف بدو يصو يعني احيانا عم قوي قلبي قول بدي قص أصير احيانا عم بقلي ما بعرف تعولي وراح الفترة وحذروا كيف هم قص شعري وبس والله هنا وصلنا هات المقطع تمام المقطع اجابكم لسو تحطوا اللايك تشتركوا بالقناة اشتركوا في القناة ومع السلامة